موسيقى موسيقى سبعة الاخير جناب وكيل النيابة لسه موجود؟ لسه موجود يا فان طب ان ما يخلص ديني خفر انا في مكتب المعاون تحت اعمل يا خفار رغم ان الشبهات كلها بتحوم حوالي سكين امام الا ان انا شايف انها مشايل قتلة ايه اللي بيخليك تقولك ده يا بعيد؟ جايز تكون شريكة القاتل او عضو في عصابة قتلة لان الحالة اللي وجدنا عليها الجثة تجزم ان الجريمة دي مش من ارتكاف فرض واحد تشايف كده؟ مفيش واحدها تقدر تقوم لوحدها بكل الخطوات اللي تمت في الجريمة يعني مش معقول انها تقتل الضحية مغير محد يشعر بيها وتحفر لها قبر بالعمق ده وبعدين تشيل الجثة وتنيمها في الحفرة وترجع الطراب عليها وبعد كده تبلت تاني مكان الحفر صعب اوى فنن هو وكيل النيابة حقا معاه؟ هيقعد عنده بقى لأكتر من ساعتين حرفضي في الهم ده لحد يمتى لكن الشهود بيقولوا ان جوزك اللي طلقك كان بيتردد عليك في البيت اللي لقينة فيه الجثة يعني ايه بي كان بيتردد علي؟ يعني كان بيجيلك مش جوز يا بيه؟ يعني ممنوع جوز يجيلي؟ انتي قلت انه طلقك؟ ما احنا يا بيه قعدنا متجوزين شوية واحنا في بيت الجمال وبعد ما اطلقت عزلت وبعد كم شهر كده رجعت تاني سكنت في البيت وما كانش بيجيلك لما جعت وسكنت تاني في بيت الجمال؟ كان بيجيلي كل جمعة يا بيه وساعات كده كان بيعدي شقر علي تتعرف في واحد اسمه سلامة؟ ايو يا بيه كانت ايه العلاقة اللي بينيك وبينه؟ اني لفت علي بعد ما عبد العال طلقني وسافر كان بيجيلك في بيت الجمال؟ ايو يا بيه ايو يا بيه؟ كنا نعرفها؟ يعني ايه كنت تعرفها؟ كانت في علاقة بينك وبينها؟ كانت لمواغزة يعني كنا مع بعض يعني وساعاتك بقى عارف كل حاجة كنت بتروح عندها البيت؟ انه بيت يا ساعات البيت بيت الجمال يا سلامة؟ لا يا ساعات البيت ده حتى كل واحد رحلة حلوي يجي من اربعة تشهر ويمكن اكتر وكان ايه السبب؟ اتخنقته؟ لا يا ساعات البيت احنا سايبين بعض واحنا لمواغزة سامنا على العسل يعني اه اني كل ما في الامر قلت ان التفتول معايش احسن ومع دينا مواغزة يا ساعات البيت اني راجل على قدي مانقدرش نصرف على بيتين لا يا بيه اني مانعرفوش اي حاجة بتحصل جوه البيت ازاي بقى يا سايدة؟ انت مش كنت ساكنة جوه البيت؟ ايوة اني لما يصبح الصبح كنت منقفوا على النصبة عشان نشوفوا اكل عيشنا وجوزك مقلكيش على اي حاجة بتحصل جوه البيت؟ متجوزي ما يعلمش اي حاجة بتحصل ده كان بيبات في العربخانة اللي بيشتغل فيها في سيدي جابر يعني انت ما شفتيش اي حاجة بتحصل جوه البيت من ناحية سكينة؟ لا يا ساعدت البيت اني لو كنت شفت حاجة كنتو حنقولوها على طول هنخبوها ليه؟ تمام يا فن؟ فاكر المحضر لتعمل اختفاء فردوس؟ ايو يا فن فاكرو؟ مش ده اللي خدنا فيها اول امها؟ خديجة السودانية؟ هتقولي وتعلي ما تخافوش ما قادرش ياخد مني لحق ولا باطل قلت له ايه؟ ما نعرفش ما تعرفش قلت له ايه؟ ياختي ده ايه الواكسة دي بقى مش عارفة انت قلت ايه؟ لا ياختي نعرفه طب ما تقولي مال؟ ماني قلت ما نعرفش؟ يعني لما سألك قلت له ما نعرفش؟ مالاني بنقوله ايه من الصبح؟ عفارم عليك اهوني عايزاكوا بقى كلكوا لما يسألكوا تقولوا ما نعرفش افتح المحضر من تاني واكتب اللي هقولك عليه حاضر ايه فان ما قد وجدت اليوم رفاة جثة لحرمة يظهر انها المدعوة نبوية المتغيبة منذ بضعة اسابيع مدفونة في ارضية اوضة كانت تسكنها الحرمة سكينة وظهر ان اغلب النساء الغائبات من دائرة هذا الكاركون كنا يظهرنا قبل اختفائهن مع هذه الحرمة ولقد تبين من هذا التحقيق من اعترافها ان فردوس شهدت مع هذه الحرمة في اخر لحظة قبل اختفائها وعليها من المصاغ ما يساوي قيمته تقريبا مئة جنيه ولقد تبادر الاذهنانة ان اختفاء فردوس جنائي والشبه تحوم حول الحرمة سكينة ولهذا قمنا بعرض المحضر على حضرة السيد وكيل النيابة الذي يقوم بالتحقيق في قضية وجود هذه الرفات وقدمنا لحضرته التحقيق التحقيق اكتب يا جرج سفندي وقد امرنا نحن كامل ابو ستيت بالقب على الدفعة الاولى من المتهمين وهم سكينة همام وسيدة سليمان وسلامة محمد وبأن يواصل البوليس التحريات عن الحادث وأن ينبه على ثلاثة آخرين بالمثول أمامنا غدا وهم محمد عبد العال والخواجة خريستو مرجان اللي رهنت عنده سكينة الساعة والجلبية ومحمد السامني سكينة همام انت يا حرمة مين همي تعالي بعاية البهل يوستاش إبراهيم عايزة همي يا حرمة اني عايزة تكني اليومين دول يا حصابال قديك شايف مسكوا سكينة ايو احنا من لحنة نا ما ننجعوا بكل اللي بيحصل دي يوم ليو كل الحاجات عند سكينة يعني ايه؟ هتسيبني برضه وتروح لي ما تتسمى ياوليه يا ره من يوم ما تجوزتها ما شفتش لنتين حلوين وارباعا جوازة نحس جوازة الشوم والندام وبعدها بقى فتوض اللي سان دي دهواني بكدب ومش ده الله حصل ما قص للنسوان دول لقداموا اعتاد يعني عايزة ايه يا راية؟ يعني عايزة ما نتسبش الواحدة في النار ايوة من خايف الميت برضو تشم خبر؟ بيت مين؟ زيل؟ مراد؟ قولها اني عيانة وانا كاعد بتمردني طب ايه رايك بقى؟ ان هي بجد العيانة ومحتاجة حد يقعد جنبيه؟ اللي واجحها ان شاء الله تنواجع هههههه حبلت حبلت؟ يخرب بيوتكو؟ ايه ده تحاصل؟ لو انتوا متجوزين بقى لكو قديه؟ ملناش محمد السامن يا فنة؟ يعني ايه مش لاعينه وحضر التلمعاوي تفضل عبط متشبك يا فنة ووي المسألتوش مراتو عن مكانو؟ بتقولنو بيشتغال فعربخانة بسيدي جابر بس هي ما تعرفش عنوان هيه هم ومين تاني عام طلبته هم الجدع اللي كان متجاوي السكينة طبام كناك اسمه محمد عبدالعل فين هو في الحقيقة ما قدرنش نتوصل لمحل قامته ولما سألنا سكينة قالت ما تعرفش البي هو وكلي النهائب عازك انت بس يا سعيد انت بتقول ايه ده الابوكاتو وانا لا يمكن اخش من جيره طب سانا لما اسأله اما عسكر غوفة حقيقي قال ايه مش عازك تدخل معايا معلش اصلا مش فاهم حاجة تبضل كانت ايه علاقتك بفاردوس؟ كان بني بينها كل خير يا بيه ازاي يعني؟ زبونة يا بيه زبونة بس؟ ايه يا بيه زبونة اكتر من كده مفيش والزبونة دي تاخد منك خاتم دهب؟ خاتم دهب؟ سكينة قالت انها اخدت منك خاتم دهب وانتوا قاعدين ايه يا بيه افتكرت؟ هي اخدت الخاتم الدهب ده رهن للبلطو علشان كانت فاكر ان اني بيعته اخر مرة شفت فيها فاردوس امتا؟ في خمارة عال الفرنساوي ما رحتوش اي مكان بعد كده؟ لا يا ساعة البيه سكينة بتقولي انها سابتكم مع بعض كدبة يا ساعة البيه انا اللي سيبتهم قصاد الخمارة ورجعت الدكان قولي العسكري يا جرج سفاندي يجيب لنا سكينة هنا يا اخويا ريحنا بقى وقلنا وديت فاردوس فين؟ سكوتي يا سكينة ما تتكلميش اللي لما اسألك حضر يا بيه انت طبعا عارف سكينة يا سيد اللي يعرفني ده يعرفني عز المعرفة ده احنا سكرنا ساوى وكانت معانا حبيبتي القلب فاردوس انا مابلتها شجر مرة واحدة يا ساعة البيه قصدك فاردوس ولا سكينة؟ لا سكينة دي يا بيه وكانت معرفت الندامة قلتني لا شفتك ولا قابلتك ما كناش نعود في الهم ووجع القلب ده تقدري تقول لنا يا سكينة ايه اللي حصل لما قابلت سيد في خمارة علي الفرنساوي؟ كان يقوم اخبر ما تلاعت له الشمس خشي في الموضوع يا سكينة انا يا بيه روحت مع فاردوس الخمارة عشان تقابل سيد وتاخد منه البلتو بتاعها وكانوا اخذ البلتو منها ليه؟ قال عشان يصبغوا انتو بتصبغوا الهدوم عندكم في الدكان يا سيد؟ لا يا ساعة البيه احنا غسيل وماكو بس بس انا خدت منها البلتو عشان اودي مسبغة انا بيتعامله معاها فاردوس لما ملاقاتش البلتو معاه هو قال ان المسبغة قفلة وبعدين قاعدوا يحزاروا ويدحاكوا وراح مديها الختم بتاعه لا يا بيه هي اللي خلعته من صباعي وبعدين ايه اللي حصل يا سكينة؟ انا بقى لما شفت الهزار كبر وقاعد يبصلها وتبصله قلت انهم نوينها علانية روحت واخده بعض وايمة عشان يخلالهم الجاو ما حصلش يا بيه احنا قمنا معاه واني سبتهم قدام الخمارة ورجعت الدكان انت كلمك مايمشيش علي انا خرقت من الخمارة يا بيه وروحت عالبيت طوالي اه كدابة كدابة يا بيه وستين كدابة ما تصدقاش يا بيه انا سبت فردوس معاه والبخاري سبت فردوس معاه مرحبا مرحبا وراجع